الوضع الأمني كما تفضلت هو نفس الوضع الأمني المترجل الذي لا يوجد أمن في العراق ولكن الذي تغيره هو السياسة التدريجية الأخيرة اتجاه إيران وجميعنا نعرف لأن هذه الميليشيات هي أداة فعالة وعادرة للحجر يد إيران ومن هنا جاء التحذير نتيجة كما ذكرنا لهذه العقوبات والتضييق الاقتصادي على إيران إذن المتغير هنا ليس الوضع الأمني الخاص في العراق وإنما العلاقة التي متأزمة أصبحت تدريجيا بين أمريكا وقهران